السلام عليكم ورحبا بكم في هذا الفيديو الجديد كثير من الناس رهم يتساءلوا على حقيقة الأسعار التي كان ننشرها موقع أوتوبيب حول علامة رونو وقال لك أن هذه هي الأسعار المستقبلية التي ستبيع بها علامة رونو سيارات التاحة في الجزائر ونشر أسعار سيارات ستيبوي وكذلك أسعار سيارة سيمبول أنا أحب فقط أن تفهموا على حاجة هذه السيارات التي ستراكم فيها في الشكل النهائي سيارات 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 سيار ولا حق ما كانوا يخلصوا على المبيت التي حمتا قيطة الغيار زادوا دخلوها في التكلفة ولا في السعر النهائي اللي رح يوجهوا به السيارة إلى الزيبون ولا المستهلك النهائي لذلك أنا نقول لكم هذو الأسعار رحي فيهم الزيادة تاع المبالغ تاع الحدس مع أنت ما يشاريه الأسعار ممكن فيها زيادات حتى مقدرة بـ 70 مليون رحي مدينينها في السيارات هذو ما لذلك أنا نطمئنكم ونقول لكم اللي رونو لاح يريد تبيع السيارات التاحة بالأسعار هذه المستحيل وتبالي كذلك اللي راحي تحاول تبيع سطوك التاحة هذا قبل ما يخرج الكايي تشارج وكذلك يبدאوا المصنعين في استيراض سيارات التاحهم وقبل ما يبدأوا الوكالاء كذلك يجيبوا في سيارات التاحهم إلى الجزائيل لأنهم على بهم مستحيل راح يبيعوهم بالأسعار هذو لذلك راح ميروفيتي وقبل ما يخرج لكي تشارج باش يبيعوا السيارات التحم باش هكا متغلطوش وتقولوا انه السيارات ماش راح يهبطوا الى خيري حتى بالاسعار هذي خوتي راح الاسعار هذي راح اقل من السيارات القادمة داسيا صنديرو ستيب واي دومين ديزناف تقريبا راح يفث ثمية مليون وحاجة هاي جديدة راح يقول لك ثمية وخمس مليون نزيد لكم حاجة اخرى تخيلوا انا نعرف ناس يجيبوا السيارات التحم اراهم يجيبوهم وحدهم يشروا الدوفيزي راح يشروهم الساكوار ويجيبوا السيارة مثلا ضربوا مثال تع سيارة ستيب واي دا ستيب واي محرك تحم بواندو راح يجيبوها من خارج راح يتستقاملهم قالوا لي تتستقاملها حوالي ثمية مليون اما جينيو معا يا خاتي واحد يجيب سيارة واحدة وحده تستقاملهم ثمية مليون يبيح لك المصنع اللي يصنحها يبيح لك ميتين واثنين وثمانين مليون ولا ثمية مليون وهو راح يجيب بالطو اوفيسية على البنكة مش يجيب بالطو تا الساكوار معنتها هذا الامر غير منطقي تماما لذلك انا اكد لكم مرة اخرى ماهيش هذه هي الاسعال اللي راح يبيعوا بها السيارات التحم كان هنا نقطة اخرى كذلك حبيت نتكلم على إلا لاحظتو كان النور مولعلمه رونو كانوا ديروا منشور قاللك أصلاة ولا يشورون من تحم راح يبداو يبيعوا في السيارات التحم لفترة مؤقتة وش معنتها مؤقتة هذك وش تفهم منها؟ انه كيكمل السطوك هذا اللي راهم راهم راكبوه لمنطاوا راح يعودوا يحبسوا العمل التحام الى غاية استئناق رونو النشاط الحقيقي التحام في الجزائر لذلك اهنا نطبق انكم خوتي هذه الاسعار ليست نهائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته